جهود حثيثة من زفارة فلسطين بالقاهرة وبزارتي التربية والتعليم الفلسطينية والمصرية بدأ اليوم 800 طالب وطالبة الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة الفلسطينية في مصر للقسم العلمي والأدبي وجميع التخصصات الأخرى بتوجهات من فخامة السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية حضرت أنا وزملائي في قسم الشؤون التعليمية بالسفارة لافتتاح المرحلة الثانية من امتحانات الثانوية العامة للطالبة الذين تمكنوا من الوصول إلى مصر واجراء هذه الامتحانات في المرحلة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى يعتبر تحدي كبير نجحنا فيه بالسفارة وزارة تربية والتعليم برعاية شاملة كاملة من مصر الشقيق الكبرى نحن نسعى في مبادرة كثيرة ندرسها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية فيه التواصل المستمر فيها وإن شاء الله بهمنا قوة الشهادة الفلسطينية والتحصيل العلم للطالب وإن شاء الله ننجح فيهم أبناؤنا طلبات وطالبات الثانوية العامة الفلسطينية عاشوا شهوراً دامية في حرب الإبادة في مجملها كارثية شاء القدر أن يخرجوا من قلب القطاع المكلوم إلى مصر لظروف إنسانية وهدفهم لم يتنازل عن أن يكملوا مسيرتهم التعليمية يوم كان أول يوم في الدورة الثانية وكان الأداء ممتاز جداً للطلاب لأنهم عاشوا تجربة الفترة الأولى فبالتالي هم مهيئين للدورة الثانية بكل أريحية تمزو توزيع البطاقات الجلوس في الأمس على جميع الطلاب لدينا أربع لجان لدينا علمي ذكور علمي إناث وأدبي ذكور وأدبي إناث بالإضافة إلى الفروع المهنية أقدم امتحان بس لا كان حاسس بشوية ألم وشوية جروح خصوص الطلاب الموجودين في غزة لأنهم أكثر الناس اللي بتستحقين هي تقدم وأنا يعني أكثر الطلاب اللي بيتفائل لهم أنا عندي حلم زي أي طالب أني أباسير طبيبة ناجحة ما خليت الحرب لأنها تكون عائق وجيت أقدمت سويت لي علي وما حسست لي حتى لو لقدر الله ما جيب معدل رح أجي سنة للجاية لم تثني عزيمتهم الأوقات الأصعب التي عاشوها في كارثة حرب الإبادة في قطاع غزة واليوم يسرون أبناؤنا الطلبة والطالبات لاستكمال امتحاناتهم في الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة الفلسطينية في مصر إناس الطويل تلفزيون فلسطين القاهرة ترجمة نانسي قنقر